النهاردة يعني لجنة الانضباط في الفيفا خدت قرار فيما يخص كهربا وقالت كهربا أمامه 60 يوم عشان يدفع 2.400.000 دولار لصالح نادي الزمالك وغربته 30.000 فرانك سويسري لازم يدفعوا في خلال شهر ولو الفلوس دي ما تدفعتش الـ 2.400.000 في خلال شهرين هيتوقف 6 شهور لسه ما نعرفش إيه اللي هيحصل وهل ده القرار بتاع الفيفا طبعاً اللي صدر النهاردة من لجنة الانضباط طبعاً نادي الزمالك كان تقدم بشكوى اللي عيب بيشارك وان ما دفعش الفلوس وما دفعش الغرامة حضركوا عارفين إن كهربا رجع وشارك مع النادي الأهلي وظهر الحقيقة بشكل جاي جداً في كل المباريات اللي شارك فيها هنشوف إيه اللي هيحصل هل الأهلي هيدفع الـ 2.400.000 دولار هل إيه اللي هيحصل إحنا بالنسبة لنا هيحصل إيه أي حد مننا ممكن يطلع يحاول يعني يتوقع إيه اللي هيحصل لكن الحقيقة بتقول إن محدش عارف إيه اللي هيحصل محدش مننا كلنا عارف إيه اللي هيحصل هل الأهلي هيدفع الغرامة هل مش عارفين إيه اللي هيحصل ولكن الخبر الأكيد إن لو كهرامة ما دفعش الفلوس في خلال شهرين هيتوقف ستة شهور تاني أنا عن نفسي بتمنى إيه بتمنى إن الغرامة تدفع أياً كان مين اللي هيدفع أنا ماهمنيش يعني لكن بصراحة عايز إن الزمالك ياخد حقه وفي نفس الوقت مش عايز كهرامة يتوقف تاني ستة شهور لأنه لعيب كويس وحرام إنه هو حتى لو هو غلط أوكي ماشي غلط في طريقة رحيله عن الزمالك أياً كانه غلط وعلي غرامة أنا بقول لكم أتمنى إن الغرامة دي أياً كان مين اللي هيدفعها ما عرفش مين اللي هيدفعها بس أنا أنا بتمنى إنها تدفع وكهرباء يرجع يلعب طيب هتسألوني من الناحية الفنية رأي إيه أنا رأي إن كهرباء أنا رأي إن الأول حاجة إن الأهلي دفع فلوس كتيرة جداً في اللعيبة أجانب واللعيبة دي ما نجحتش كلهم حد إسوال حرك بقى بتتكلم على ميكسوني بتتكلم على بيرسيتاو لغاية دلوقتي ماتش قامتش لأ مصاب كذا بتتكلم على باتجي بتتكلم على بوليا بتتكلم على ناس كتيرة جدا برونو سافيو حاليا اللعبة دي كلها لغاية دلوقتي أو اللعبة منهم جت ومشت ما نورتش وفي لعبة لسه لغاية دلوقتي موجودة وما نورتش أنا في رأيي إن كهرباء أحسن من اللعبة دي كلهم بصراحة في رأيي بعيداً بقى عن قصة الزمالك افصل بقى الزمالك ومشكلة مع الزمالك أنا في رأيي إن كهرباء أحسن من كل اللعيبة اللي الأهلي تعاقب معهم في التلت اللجومي اللعبة الأجانب اللي الأهلي تعاقب معهم في التلت اللجومي فلو في نية عند الأهلي إن انت تدفع فلوس في مهاجم أجنبي تاني ادفع فلوس بتاع الكهرباء حسن خلاص تهت لكن ان الكهرباء يتوقف ست شهور تاني صعب حرام مستقبل لعيب ان الرجل مستقبل لعيب حتى لو هو غلط خلاص لو الاهلي فلوس متاحة والفلوس دي كانت ممكن ان هي يعني يتم توجيهها للتعاقب مع مهاجم اجنبي تاني ادفع فلوس كهرباء الاهلي عنده بطولة افريقيا ولسه عنده بطولة الدولة وعنده بطولات جاية وكهرباء لعيب لا محتاج وقت ان هو يتأقلم ولا ينسجم عارف النادي كويس اللعيبة بتحبه علاقته بالمدرب علاقة جيدة جدا اسف ادفع فلوس كهرباء وفي كل المواصفات اللي انت محتاجها لأي لعيب اجنبي انت هتجيبه فتاخد ريسك ليه ومخاطرة ليه على لعيب تاني اه لاش لازم ادفع الفلوس دي خلاص بتاع الكهرباء وخلاص واللعيب يرجع ويشارك وتنقذ الكرير بتاعه خلينا نقول انه دفع الغرامة تنقذ الكرير بتاعه وتقفل بقى الصفحة بتاع الكهرباء دي اللي احنا كلنا بصراحة زيقنا منها انا يعني انا على فكرة بتعمد انها ما تكلمش في موضوع كهرباء كتير سوا بقى لعيب بتوقف اه لو لعيب كويس بقول لعيب كويس بديله حقه انما موضوع كهرباء وملف كهرباء اصبح مادة دسمة لكل من يبحث عن الشهرة اي واحد النهاردة بيبحث عن الشهرة وبيبحث ان الناس تردد اسمه تردد اسمه بقى وتقول فلان قال والدخطور مش عارف مين قال والمهندس مش عارف مين قال والخبير اللواقح وبتاع من ضمن الحاجات برضو اللي انا ما سمعتش عنها اللي في مصر بس خبير اللواقح دي والله 80% من خبراء اللواقح اللي بيطلعوا تكلموا في التلفزيون وفي الاعلام ما بيفهموا اي حاجة في قوانين الفيفا قوانين اصلا بتاعت الفيفا اصلا كلها موضة على الموقع الرسمي للفيفا مش محتاجة يعني ان انت تبقى عبقري ولا خبير اللواقح عشان تعرف بتنقش وبعضهم ما بيقرهاش ولا بتاعت بيطلع ايه على حسب الرائجة وعلى حسب دلوقتي الموجة راحة فين اروح طلع وامفصل قانون على مزاجه وابتدى اتكلم فيه وبتاع والله يا جماعة انا عن نفسي برفض استضافة اي خبير لوائح برفض استضافة اي خبير لوائح انا بالنسبالي يعني وفيه ناس منهم قالت لك قاربها مش هيلعب كاس العالم قاربها مش هيلعب وفيه ناس قالت لك منهم ان اللعيب خلاص هيتشطب وفيه ناس وقال لك كلهم ما بي ما فهموش عنه زي كده كان ايه كان زمان كده كان بعد الثورة كده بشوية بتاعت لها عيال ماشية بكارنات في الشارع يقول لك ايه ناشط سياسي انا ناشط سياسي هم دور برضو هم خبورات ثلاثة جنيه على جوجل هيترجمها هيعرف القانون انما برضو العيب مش عليهم والله العيب ان البرامج بتستضيفهم وبتديهم مساحات انهم ما يتكلموا وبعدين لما الناس دي بيطلع كلامهم غلط مفيش حد فيهم بيطلع يقول بيعتذر بيقول يا جماعة انا آسف والله انا مكنتش انا الكلام اللي كنت بقوله مس صح لا تلاقيه طلع بيفتي في قضية تانية واللي هو كان مستضيفه وفت في القضية اللي فاتت دي وكان غلط برضو مستضيفه بيفتي في قضية تانية وبيقول كلام غلط انا خبير لواء الناشط السياسي مش عارف مين بتاع يعني فيه ناس اب تفهم في قوانين الفيفا اللي هم الناس بقى اللي واخد الكرسات في تبع الفيفا والناس اللي هي بتدرس قانون الناس اللي هي يعني فيه ناس يعني زي ناصر عزام زي اسماء كتيرة مش عايز مش عايز انسحات دي شغلتهم بيمثلوا اندية على على مستوى قضايا دولية وكزا دول ناس ماشي يطلعوا يتكلموا انما كل شوية تلاقي خبير الخبير اللي واقح الدكتور مش عارف مين بيومي عبدو مش عارف مين ويطلع يقول لك اي كلام اي كلام اي اسماء بقول لكم طبعا اي اسماء وكلهم بيقولوا بيقولوا لنا كلام غلط ولا حد فيهم فهم الزمالك من حق وقايد اللعيبة ولا لأ ولا حد فيهم فهم اتحاد القرى مثلا من حقه انه هو يمنع قيد الزمالك ولا لأ لكن هو مثلا دلوقتي شايف الدنيا ماشية كده يروح ماشي معها كده مشغال والدنيا تمام وتفعل ماشي كده وبعد كام مره احده بعد اسبوع تلي بيقول كلام عكس كل الكلام اللي هو بيقوله ما عندوش اي احراج مش محرج من نفسه انه كان بيقول من اسبوع كلام كلام تاني زي النهاردة انا بقول لكم ان هتلاقي ناس كتيرة جدا طلع في التلفزيون وفي الاعلام بتقولك ان الاهل عمل اداء كبير جدا اما ريال مدريد والنتيجة كانت قريبة وبتاع عارفين ليه لان هو كده تعليمات جاية كده ان انت لا ولكن اطلع في التلفزيون قول كلامك وليس وليس ما يطلع عليك قول كلامك الكلام ان لأ النهاردة لعبت الاهلي ما لعبتش وهم معهم الكرة ما كانوش بيلعبوا بالثقة الكافية اللي هم المفروض كانوا يلعبوا بيها في مباراة كانت المفروض مباراة للتاريخ لكل منهم ده الكلام بقى بتاع الكرة مش الكلام بتاع الاعلام ده كلام الكرة والله ما تفرجت لسه على حد الناس قالت ايه لك انا متأكد انها تلاقي ناس كتيرة جدا طلعها بتقولوا الله الاهلي لعب مباراة الاهلي ما لعبش مباراة كبيرة الاهلي بدأ المباراة بتنظيم جيد جدا والتزام كبير من اللعيبة بتعليمات المدرب ولكن لعبت الاهلي ما لعبتش بالشجاعة الكافية وهم معهم الكرة وهنا ما بتكلمش بفرق كواليتي فرق كواليتي احنا عارفين انه في فرق كواليتي وفرق امكانيات ولكن واحدة من الحاجات اللي بتخليك لما بتروح للاحداث الكبرى ان انت بتصدم بمستوى اللاعبين هو ان بعض الاعلاميين وبعض من يخرجوا علينا في التلفزيون من المحللين بيبقى شغلهم الشاغل وهمهم الاساسي وهم في التلفزيون ان انا ازاي ارضي المشاهد فقط وازاي ارضي امشي مع السكة اللي ايه اللي هتخلي الناس ترضى عني اللي السكة الرأي جزا ما بيقوله الناس اللي بتشتغل بالشكل ده يعني بتاكد صعوبة كبيرة جدا انها تستمر وان الناس تفضل تتفرج عليها سنين او تسمع رأيها سنين